دعونا نتطرق إلى أمرين هامين حول منحنيات العقود الآجلة وقد رسمت لكم منحنيين خاصين بالعقود الآجلة يوضحان أسعار التسوية المختلفة لتواريخ تسليم مختلفة لعقود آجلة إذن لنفترض أن هذا المنحن البرتقالي هو أحدهما يشير هذا المنحن إلى أن سعر السوق لبيع أو شراء رطلا من التفاح اليوم يساوي عشرة سنتات لذا لا يمكن اعتبار هذا السعر عقد آجل على الإطلاق بل يسمى هذا السعر بالسعر الفوري وهو عبارة عن سعر السوق لهذه السلعة أو لورقة مالية في هذا اليوم لكننا نتحدث عن التفاح بعبارة أخرى يشير هذا المنحن إلى أنه عند نقطة بدء زمنية صفر يمكن بيع أو شراء رطل التفاح بعشرة سنتات بناء على سعر السوق الحالي الآن وعند الانتقال إلى الفترة واحد وبالمناسبة تعني النقطة واحد على المحور الأفقي مرور شهر على النقطة صفر والتي تمثل الوقت الحالي لا تشير الفترة واحد إلى أن سعر السوق سيرتفع بعد شهر من الآن لكنه يشير إلى سعر اليوم أي لو ذهبت إلى سوق العقود الآجلة وأخبرتهم أنك تريد أن تبيع أو أن تشتري بعد شهر من الآن فما هو نوع سعر التسوية الذي يمكنك الحصول عليه في العقود الآجلة؟ وبالاعتماد على منحن العقود الآجلة هذا نجد أن السعر الذي سيحصل عليه هو 12 سنة سأعيد ما ذكرته مرة أخرى لا يعني هذا المنحنى أن السعر الفوري أو سعر السوق سيرتفع بعد شهر من الآن تشير النقطة صفر هنا إلى السعر الفوري ولكن ما يشير إليه هذا المنحنى هو أنه إذا أردت العمل وفقا لعقود آجلة سيكون تاريخ تسليم البضاعة في هذه العقود بعد شهر من الآن كما سيبلغ سعر التسليم 12 سنة وإذا كان تاريخ التسليم بعد شهرين من الآن قد يصبح سعر التسليم تقريبا 15 سنة وإذا كان سعر التسليم بعد 8 أشهر من الآن قد يكون التسليم قريبا 20 سنة لنفترض أنه بشكل مفاجئ قد أصبح هناك إقبال على التفاح لسبب ما قد يرتفع هذا المنحنى بأكمله لذا بغض النظر عن تاريخ التسليم قد يرتفع هذا المنحنى بأكمله بسبب إقبال الناس عبر جميع فترات هذا المنحنى المستقبلي وكما تلاحظون لدينا هنا هذا المنحنى الذي ظللته للتو لقد رسمت هنا منحنيين أحدهم البرتقالي المتجه للأعلى والآخر هو الأزرق المتجه للأسفل والذي سنركز عليه في الفيديو القادم مرة أخرى إن المنحنى البرتقالي المتجه للأعلى هو عبارة عن منحنى عادي وفي الحقيقة هذا هو ما يطلق عليه لأننا نتوقع أن هذا المنحنى يمثل ما قد يحدث لأسعار معظم أنواع البضائع قد تتساءلون عن السبب إذا لم يكن هذا المنحنى متجه للأعلى فلن يتم بيع البضائع الآن عند الحديث عن المنحنى المتجه للأسفل وبسبب الانخفاض المتواصل للأسعار المستقبلية لن يتردد البائع في البيع الآن الأمر الذي سيؤدي إلى ضغط متجه للأسفل على السعر الفوري الحالي يمكنكم هنا التطرق إلى موضوع المراجحة الموازنة الذي تحدثنا عنه في الدروس السابقة حيث تحدثنا عن عدم إمكانية تغير اتجاه منحنى العقود الآجلة للأسفل ولكن سنتحدث قليلا في الفيديو القادم عن سبب تغير اتجاه منحنى عقود آجلة للأسفل حيث يصبح الفارق ما بين سعر التسليم والسعر الفوري كبير أو قد يختلف سعر التسليم في الأشهر السابقة عنه في الشهر الحالي وحتى تكون على دراية بهذه المصطلحات هنا يسمى هذا المنحنى المتجه للأسفل بالمنحنى المقلوب سأتحدث في الفيديو القادم عن سبب وجود هذا المنحنى المقلوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر